السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الاصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تجيب لنا فلفل أحمر قسلته نظفته نشفته اليومين حطه على بشكير نظيف عشان كل ميته تنشف لما بدنا نطحنه ما بدنا يكون علي مي نهائيا بنجيب الكبة ونحط فيها الفلفل طبعا المغصول ومنقب وشي مرتب وكون نظيف وكل شي تمام بنحطه بالكبة عملته على ثلاث مراحل كمية منيحة تقريبا قد خمسة أو ستة كيلو من الفلفل بحطه بالكبة زمن شايفين وبطحنه طبعا النعومة اللي بدك اياها بدك اياها خشن بدك اياها ناعم هذا برجع الى كيف بدك اياه كمية بمطحنت اللحمة بس حسيت بالكبة كتير اسهل عشان هيك حبيت اني اعمل كمية نطحن كل الكمية زي هيك زي ما احكيت لكم تطحنوا شوي وبتشوفوا كيف صار نعومة الخليط اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتو شايفين كيف نعومته يعني له خشن وله ناعم ما بدنا اياها ناعم كتير كمان مش زاكي فبنخلي شوي يعني مبين انه فلفل مطحون ما بدنا اياها زي الصلصة فبعد ما اخلص كل الكمية عشان نشوفوا ايش بدنا نحط عليه بنرجع بنحط باقي الكمية كلها وبنطحنها بنفس الطريقة وهيك طحننا باقي الفلفل وبدنا نحطه بالجعط ونحط عليه ملح قبل هالمرة طحنت لكم وحطت لكم عليه ملح تومة وحطيت لمون بدي احكي لكم شغلة تومة اه اطعمت فيها يعني طعمها صار يعني ما حبنا احنا ما بعرف ازا في غيرنا بحب انه حط يتم مفيدة وانا حطيتها على انه اساس انها ما تخرب الشطة يعني تكون زي حافظة للشطة بس طعمها كتير طلع يعني بالشطة فما حبيت احطها المرة هاي يعني كل الاكل منها قال لي طعم التومة مبين فاحنا المرة هاي ما حطيت بحط كمان لمون اللمون سمر الشطة برضو فما حطيت الا ملح عليها اه حطيت على الكمية تقريبا كيس فتحته انا تويعني وفتحته وحطيته كله على تقريبا خمسة كيلو او ستة كيلو من الفلفل الحار اه مش كتير الملح الملح بحفظه من الخراب اه بس اذا بديك تحطي برا اه بحفظه ما بخرب اذا بديك تحطي بالتلاجة خففي ملحه اذا ما بتحبي يكون ملح كتير يعني حطي تقريبا نصف كيس او كيس الا بس هادا لازم تحطي برا اما اذا حطيت له ملح زي ما انا حطيت ممكن تخلي برا عادي ما في مشكلة ما بخرب وبنحط على الوجه زيت زتون اه بنخلي شوي تقريبا يومين ثلاثة زي المخلل كيف بنسويه بنخلي يومين ثلاثة عبل ما تستمي معنا الشطة بعدين بنحطه بمرطبنات وبنحطه بالتلاجة طريقة سهلة بسيطة ان شاء الله تعملوها وبتعجبكم اه زي ما انت شايفين حطيت زيت ولما تحطوه بالمرطبنات برضو حطوه على وجهه شوية زيت زتون هيك خلصنا طريقة بسيطة و سهلة ان شاء الله بتعجبكم الاول مرة بشوف قناتي يريد تدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايتشاني وصل لأكبر عدد من الناس بحبكم كتير ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة